في إطار حملة لاتشلونهم بدأ المستشفى الإماراتي السوداني الميداني مهامه في ولاية نهر النيل لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية تطوعية للتخفيف من معاناة المتأثرين من السيول والفيضانات التي ضربت عددا من الولايات السودانية وتأتي المحطة الحالية للمهام الإنسانية للمستشفى الميداني في ولاية نهر النيل استكمالا للمهام التطوعية الطبية التي استفاد منها الآلاف من السودانيين من القرى السودانية التي تضررت من الفيضانات في الأسابيع الماضية في إطار خطة استراتيجية لتقديم خدمات طبية ميدانية لجميع المناطق المتضررة بإشراف أطباء الإمارات وأطباء السودان من المتطوعين في برنامج القيادة الإنسانية العربية الشافة